السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم حلوة بتلاتة ديال النكهات لكتتحضر بسرعة صحية ونقدروا نحضروها في اخر لحظة لان ما كتطيبش في الفرن اتمنى ان شاء الله تجربوها وتروطوا علي اخبار وتفضلوا معي بشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركتي الله نكهة اللولة الحلوة اللولة غدا نحتاجوا لها هنا كيف كتشوفوا معي جوج ديال حبات ديال البانان كنا نضغطو عليهم زيان ومن بعد غدا نشحروهم في البوطة حتى غدا يوليو حتى كنشفو تماما من السائل لكيكون فيهم باش ما يخسروش لينا ما ينخليوهم في تلاجة نغندوزو الحلوة الثانية غدا نكهوها بالفخيز الفخيز هنا عندي تقريبا سكيلو ديال الفخيز غدا نطيبو حتى هو مزيان حتى كي نشفلي تهوى من الماء غدا نزيد لي انا هنا خمسة ديال حبات ديال التمر باش كنحلي لان الفخيز كتعرفوك يكون شي حامض حتى هو نفس الشي كنخليو حتى كيتعلق مزيان هنا غندوزو هنيا كيف كتشوفو معيال يعني الكوكو حمرتو وطحنتو حتى ولا بحل شكل تقيق يعني بحل ولا بحل فارينا باش هو غدي شرب لينا باش غدي يجمع لينا الخاليط وممكن وهنيا هاد الكوكو هادا باش غدا ان شاء الله هنزين به ممكن تستعملو اللوز في بلاس الكوكو يعني في كبديل هنا كيف ما كتشوفو معياله هادا الفخيز كي شفتو كي ولا يعني ولا معلك مزيان كي نشوف مزيان هنا غنزيد لي ثلاثة ديال المعالق ديال جوز الهند يهو الكوك يلي كان عندكم يعني حرشو ما مطحون ش مزيان عودو طحنو شوية باش مني ناكلو ما يزعش هكدا في الماكلة هنا بالنسبة الكوكو هادا تقريبا انا حمرت نسل كيلو ديال الكوكو هو غدا نستعملو في هاد ثلاثة ديال الحلويات وكلها يعني حلوة غدا نبقى نجمع بهذا الكوكو وحتى كتشمع لي هادا يعني هنا بحل مثلا هادا ديال الفراز تقريبا نستعمل ستا ديال المعالقة ديال الكوكو يعني بودرة ديال الكوكو اللي تقدروا تعاوضوها باللوز تقدروا تعاوضوها بالنوازة تقدروا تعاوضوها بتكشي اللي بغيتو يعني هو اللوز والنوات كاجو والكوكو كي شربو مزيان ملي كان ملي كان طحنوهم يعني لشكل غبرة لشكل بودرة سافي كيف ما كتشوفو معي غدا نبقى نجمع فيها هكدا هادي ما غا نحتاج نزيدو لاحتشي نكهال لأنه كتبقى ديك الطيبة ديال الفخيز هي اللي كتبقى غالبة ممكن في بلاسة الفخيز يعني تعودوها بالفخوم وازي لابغيتو ممكن اللي تقدروا تزيدو هو تزيدو شوية ديال الحامض لكي يعجبكم يعني شوية الحموضية ملي كون الفريسكي طيب وإلا رغي هكدا كتجي لديدة بزف وممكن يعني حتى توجدوها يعني حنا غنوجدوها على شكل كويرات وغدا ندوزوها ان شاء الله في الكوك انتو ما يلابغيتو قدروا دوزوها في الشوكولة كتجي واحد الحلوة مختلفة تماما انا يالله ما زل الحلوة اللي تشاركت معكم يعني دائما كنكون يعني ملفا كنحضرهم ديال التمر اللي تشاركت معكم مؤخرا حتى هي ملفا كنحضرها اما هادي يالله مؤخرا باش جتني الفكرة وجربتها وخليناها حتى الفطر انتقناها جتنا مزيانة مني جتنا مزيانة قلتها في غدا نتشاركها معكم ان شاء الله يعني الى لقينا بديل الحلويات العادية ممكن يعني الواحد يستغنى عليهم ويحضر بحل الحلويات الصحية واحتى الوليدات كيعجبوهم قولت انا نشكلهم ليكم غي عاديين غي هاكدا على شكل كويرات باش تبقى القضية سهلة هنا غنطوزوا الحلوة الثانية هنا عندي هادي بودرة ديال الخروب الخروب اللي داب ان شاء الله نشارك معكم كيف الشطحنتو لهاكدا خديث هنا معلقة ممكن تستغنوا عليه الخروب لانا هنا غدا نستعملوا انا غي باش ننقش شوية ما نستعملش بزاف ديال الكاكاو باش ما يجينيش الحلوة مرة هنا هادي يعني ديك التعليكة ديال البانان اللي طيبناها اللي كنبقى نطيبو فيها حتى كتنشف تماما وخصنا خليوها تبرد يعني ضروري هاد الفريز والبانان اللي استعملنا خصنا خليوه يبرد هنا زيت ليهم حبيبات الشوكولة وهنا زيت الكاكاو حتى هو نفس الشي الكاكاو غدا نبقى نزيد فيه حتى غدا تجمع ليه يعني هاد الحلوة هاد الحلوة هدي كتجي ديدة بامتياز ان هاد الكاكاو كيتمشى تماشى معه مع البانان و كذلك يعني الشوكولة حتى هي كتتماشى مع البانان يعني كيتوتو مع بعضهم هنا غدا زيت شوية ديال العسل ممكن يعني تستغنوا عليه العسل انا زيت العسل باش الوريدات ما تجيهم ش مرة باش تاج بهم يعني ممكن تستعملوا دبس التمر في بلاسة ديال العسل يعني داك نكهة البانان و الشوكولة كتغطي على المضاقات كاملين هي والكاوكاو هادو بتلاتة كيغطي على المضاقات الأخرى يعني ممكن تستعملوا دبس التمر ما ما يحسوش به الوليدات يلا بغيتو في بلاسة العسل او ممكن تستعملوا كذلك حتى استيرو ديال جوز الهند حتى هو كيتباع بالنسبة لأخوات اللي ساكنين هنا كيتباع حتى هو ممكن تستعملوا في بلاسة العسل لأن العسل مخصناش نكتروا منه خاصة إلا كان مجهد بزاف ما خصناش نستعملوه بزاف صافي كيف ما كتشوفوا معي غا نشكل كويرات و غدا نمررهم هكدا في الكاوكاو حلوة اللي سهلة جدا ما كتاخدش بزاف ديالوقت يعني بسرعة كتوجد غيتخليو غي الباناني برد و الفريزي برد صافي و كتقدر توجدوها بالنسبة لهاد الحلوة ديال البانان مويم هاد الحلوات بالثلاثة تقدرو تضيفو لهم الشوكولا يعني إلا كانوا الوليدات كيعجبهم بزاف الشوكولا هادي تقدرو تخلطوه الكاوكاو مع الشوكولا ولا اللوز مع الشوكولا وتمروها فيهم أنا حاولت نستعمل أبسط يعني هاد الحلوة دي بسيطة لأقصى درجة ولكن رنكها كتجيل ديدة و مختلفة سبحان الله و أخارة صحية هنا عندي الكوفيتور ديال كرموس ديال عفوا الشريحة اللي كنت شاركت معاكم غا نخليليكم ان شاء الله الرابط ديالو أسفل الفيديو غدا نكهو بالقرفة و بالليمون سوف نستعمل زيت الأساس ديال البرتوقال اللي ممكن تعاوضوه إلا كان عندكم يعني طريفة ديال البرتوقال يعني قشرة ديال البرتوقال كتحكوها يعني الطريقة ديال استعمال ديالها كتحاولو تدوزوها في الماء واحد شوية يعني سلقوها في الماء شحل من مرة و من بعد كتتتعسلوها و كتستعملوها طفي هنا كان نزيد الكوكاو نفس الشيء يعني الكوكاو غدا نشف بهذا الحلوة و ممكن يعني كيف قلت لكم يعني ممكن أنكم تعاوضو اللوز أو النوازات يعني اللي بغيتو طفي هنا تهي نفس الشيء عن قاحتها غدا نجمعها مزيان هاد الحلوة هادي حتى هي ممكن نضيفو لها حتى دقيق الشعير إلا بغيتو ممكن نضيفو لها الشوفان و في صراحة الشعير يعني الشعير إلا حمرته و خلطته مع شوية ديال الشوفان كيجي شوية مزيان يعني ما كيجيش حرش بزاف لأن الشوفان رطب بزاف و الشعير كيكون حرش فكيجي واحد التوازن في هذا ممكن كذلك هادي ديال الشريحة ممكن تخلطوها حتى مع السميدة يعني السميدة او الفينو كتحمروه و كتخلطوه مع هاد الحلوة هادي غي هادي ماشي الحلوية الاخرى غي هادي و هاد العقدة هادي ديال هاديره أنا فيت مني تشاركتها معاكم وحد المرة كنت عمرت بها البريوات ديال الشريحة مع البرتقال و معرفت وش الكوكو و لللوز ممكن نديرهم جوج يعني بالكوكو واللوز فيتا تشاركتها معاكم كجي لدي دا بزاف يعني شي عمين دا بها دي باش نزلتها في القناة سافي كيف كتشوفو معايا يعني سهلا من اسهل ما يكون غاد ندوز عغي هنا في الرقائق اللوز غي باش نبدل شويه و غا نستمر بنفس الطريقة حتى غا نكملها كاملة و سافي هادا هو البلاطو ديالي اعطتني يعني تكشي بسيط و اعطتني يعني واحد الكيمياء كبيرة فما بالك اللي ازتو ثلاثة او لاربعادي البنانات و او لازتو يعني الشريحة كترتو منها يعني كتعطي واحد الكيمياء وفيرة من الحلوى و اللي يزوين بزاف و انها كتجي حتى لديدة بزاف و مختلفة تماما يعني هادا الحلوى ما تلقاوهاش كح في اليوتيوب يعني يالله غي دا بغي هادا ايام يعني شي في دباء وسبوع بش يعني بش جاتني الفكرة تمنى ان شاء الله تجربوها و تردو عليها انخبار و الى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة